اكذوبت اكذوبت اكرر اكذوبت جملة كل قرد جرافعا فهواربا منسبها لسيدنا رسول الله كذبه ده من قول فضال ابن ابن عبيد اعوف فضال ابن عبيد الله الصحابي الجليل ونسبت الى الرسول ونسبت سيدنا رسول الله الله良 Deus ده قول صحابي فضال ابن عبيد الله وبعدين فيه كمان مقولة تانية لابن سيرين كل قرد جرافعا لا خير فيه او ما فهو مكروه فهو مكروه قدم جملة وده جملة ياخد جملة يسيدوها ويجذبوا على النبي ويقولوا النبي قاله لا إله إلا الله الحديث دي بالمناسبة والرواية دي المقولة دي لم تروى إلا في كتاب مسند الحارفة من أبي أسامة الكتاب الوحيد اسم المغمور أيوة كتاب وحيد مع إنها شائعة كما لو كانت في يعني أقصر ترى تحدى واحد يجيب للجملة دي من أي كتاب من كتب السن نهائي مستمع لها أنه نشاط هؤلاء نشاط كبير جدا طبعا ومنظم آه يعني جملة تكون في هذا الكتاب المغمور كما لو كانت في كل الكتب الشائعة جدا شائعة وزائعة يحفظوا أحد الناس الأمر التالي تمانية من كبار الصحابة قالوا القروض بفايدة حلال أقرر تمانية من كبار الصحابة قالوا القروض بفايدة إيه حلال حلال ليست ربا ليست ربا الربا هو الربا نسيئة كما قال صدي den salam في صحيح البخاري انت الآن عرفت المقولة دي لم يروها إلا الحال تامي أسامة خد بقى البخاري بيقول إيه اللي بصحيح البخار الصحيح الصحيح يعني بيقول إيه عن عبدالله بن عباس وعن كساية بن زين لا ربا إلا في النسيئة بهذا الحسب والرباة الثانية إنما الربا في النسيئة بهذا الحسب اللغوي حصر مفيش ربا انسو يا ناس مفيش ربا اللي في النسيئة ايه هو النسيئة صورة واحدة منهاش تاني كل دي استعافت عرفها مش غمضة بقى ما هو الحرام نازل يكون تتعلم حديك حدستنا بيها لكن نرجو ان تعيدها مرة من اخر هو الحرام يمقى غمض ينفع لا طبعا لما ربنا يا حرام عنا شيئي بغمض خصوصا كمان يعني تحريم الربا بتحزير رهيب مش يجب يكون الحرام ده يتضح للفلاح والعامل والحرفي قبل المثقف والدكتور وسيدالي مثل جرائم القتل والسرقة والزنا لازم يكون بنفسه مستوى الوضوط قول لي في فلاح ما عرفش عني قاتل لا طبعا في فلاح ما عرفش عني زنا لا طبعا كلهم يعلم في عامل ما يعرفش يعني ايه رشوة عشان تعرف لازم تعرف ان الحرام لازم يكون واضح واضح جدا كمان نفس الامر الربا اسأل كده المثقفين ما هو الربا يعرفوش ليه اصحاب الخطاب الديني غمضو صحيح تماما اصحاب الخطاب الديني جهلو عشان ايه يظل مجهول وما حدش يعرف يفسروا غيرهم لا الحرام لو كان ربنا حرمه يبقى لازم يكون واضح زي الاتل والسرقة والزنا والفحشاء المعروفة دي والله وانا عمري 16 عام وقفت في مسجد لأقول نفس هذه العبارة امام الشيخ يبدو انه كان سلفي ولا اعلم وقلت كيف تكون هذه هذا الربا جريمة كبرى مثل القتل والسرقة و الى الان انا لم افهم عنه شيئا رغم شرحك الطويل قلت هذا نصا ايه بقى هو الربا النسيئة عشان الناس تتذكروا الربا النسيئة هو المباغتة ان سيادتك تكون مدينية مثلا بعشر تلاف جنيه المطلوب منك تردهم لي مفيش اتفاق سادق مفيش اي اتفاق غير انا عليك كم عشر تلاف فلا جيت شيئا عاصم اللي عليك هتقول يا سمح انتي لقى ديني فرصة بكرة ولا بعد انت لقى قلاص العشرة بوحد عشر اه كلمة كلمتي كلمتي مش عليك اه النهاردة سيادتك تقول لي ايه تقول لي اعلم مش هتفعلك غير العشرة العشرة انا ماضي على كم على عشرة مش هتفعلك العشرة اذا كان فيه بلطجة لا ايه البلطجة دي بالله عليك فيه مخلوق يقول عليها انها حلال لا طبعا ظلم محض الظلم محض الظلم ان انا جاي فرطت عليك فرد قلتلك طالما اتاخرت عليك العشرة بوحد عشر قرار قرار مش اتفاق ايه قرار العشرة بوحد عشر بو خمست عشر بو عشرة ونص انا زودت من نفسي ده اسمه ربا ايه النسيئة النسيئة الذي يفرد فيه صاحب الدين على المدين دون اتفاق سابق واستغلالا نظرو فيه ووضعه بغض النظر السلالة لكن افترض ان فيه اتفاق سامق خلاص افترض اني سيد عاصم لو سمحت انت طالب مني عشرة الاف قلتلك ليه انا اولى بفلوسي وليه ولادي اولى بيها وانا هتديك ليه لانا هحضهم في البنكة ربنا كاربني بيهم لانا هشغالهم في التجارة ربنا بعتلي بيهم رزق ايه تقوم تقول لي على كل حال طب اسمع انا هديك فالعشرة هردهم ل 15 الف اتفاق اتفاق بيزنس بيزنس بعد كذا برضاك وبرضايا انا من حقي انا اشكوا مش من حقي ايه من حقي اقول لك اه و لا كنت اقول لك اه و لا وتوافق او تلطر اردتك قلت اه و اردتي قلت اه تلاقيت اردتك مع اردتي اصبح اتفاق ليه مش اتفاق اتفاق المسلمون عند شروطهم يا ايها الذين اقفوا بالعقود ده مش اتفاق ده و لا ايه اه تمانية من الصحابة قالوا كده ايه ده اتفاق نستطيع ان اتعرف على بعض اسماء هؤلاء اسماء لا التمانية التمانية ماش تفضل عشان تحفظهم اربعة عبادلة و اربعة تانية عبادلة يعني اولهم اسمه عبدالله عبدالله ابن مسعود ايه رأيك فيه؟ اه طبعا عبدالله ابن زيد عبدالله ابن عباس روايا عبدالله ابن عمر و انا عايز كل يراجع وراي كلها اسماء بازغة جدا الاسماء دي اتوحشة اسماء بازغة يعني كانت جسرا عبر عليه كثير من تعاليم الدين الى الناس الاربعة تانية البراء ابن عازم زيد ابن ارقم معاوية ابن ابي سفيان اسمه ابن زيد حب الرسول الله اه اده اربعة وده اربعة دول كم؟ تمانية خليهم يرجعوا فرأي اه و لما يلقوهم صح يدتهوا الله في الناس ولا يقولك ده رأي شاز بتخدش به يوكي لل اسف يجرؤوا على ان يقولوا انه رأي شاز تمانية من الصحابه رأي شاز و يقولون الم يقول رسوله الله في الحديث الصحيح في سنه البعف لكن اشتهر على ألسنتهم اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم أصحابك النجوم بأيهم ما قالش بأكثرهم خدوا بأكثرهم ما قالش خدوا بالمشهور منهم بأيهم بأيهم اقتديتم اهتديتم تمانية من الصحابة قالوا حلاله ما تسيب نخد بيهم واخد انت بالرأي التاني فهمت أصدي أيها تمام يا صاحب الخطاب الديني انت شايف ان القرد الذي يجور نفع عن ربا شايفه كده يا أخي حط فلوسك ما تاخدش أرباحه سيبنا ناخد أرباحه تمانية من الصحابة قالوا لي حلال ما تسيبنا ناخد أرباحه دخلك انت ولا انت حقد علي